لا نهيل التراب ونهد كل حاجة وعايزين ندبع وعايزين نخلص هل معقولة النهاردة محمد صلاح الذي لا وافق إطلاقا على مغادرته المعسكر هو تحديدا لسببين أول سبب أنه هو كابتن الفريق ودي عليها مسؤوليات هنقول أنت عندك شاد يمكن ما تلعبش الماتش الجاية أو اللي بعده أو أو ليفربول عايزة طامن علي يبعى الدكتور لازم لازم منتخبنا يبقى كده حاطت الناس دي مع الزمقيمته اتفضل حضرتك أهلا بيك عايزة الدكتور بتاعك تواصل مع الدكتور بتاعنا في وجود محمد صلاح أهلا عايز تيجي أهلا لكن محمد صلاح له مسؤولية جاهلة زميله لأنه وسعه وكان حريصا أن يرتدي شارة الكابتن أنا ضد أي واحد يتام محمد صلاح المرة دي بالذات أنه بيهرب أو أنه كان متخازل أبدا أكتر واحد كان عايز ينجح محمد صلاح وهو قالها قال مهديم أسرع علي في حاجات كتير جدا وربما تكون آخر فرصة ليا أن ما خدتش البطولة حعتزل لعبة دولي فمش ممكن دي يعني حيتعامل مع البطولة بفكرة أن أنا كفاية كده عليكم لا كان عايز يلعب كان عايز يكمل وكان عايز يطأ الله طبعا أكيد المنتخب عشان تقيمه أستاذ إبراهيم المنتخب هنجيله بس احنا على الولاد بتوعنا وعدم الأفورة في التعامل مع الناشئين أنت بقى قلت كلمة دي اللي قد حتى منتخبنا بيتعرض لحيتة الأفورة دي وحن نرجع لها لكن الناشئين دول أما يبقى الناشئ واعد أنا أتذكر لما روحت أسلم إبراهيم سعيد لإيفرتون كان يوميها فيه ناشئ طالع قوي جدا جدا وبالصدفة كان من إيفرتون وحيروح المان يوناتد وين رويني فالمدرم ديفيد مويس قال لهم لا يا جماعة اللي بيحصل ده والكلام ده ما يخدموش خلي كل حاجة في معادها وفي حجمها هو لعب واعد لكن ما نتعاملش معاه في أنه حقق لسه هو نتعشم أنه حقق كان وقتها النجم الكبير قوي مايكل أوين واحدة واحدة واعتقد النصيحة دي فادت طيب فأنا عايز أقول خلي التقييم على الأداء عشان اللعيب نفسه ما يعتقدش أنه نجمه فوق الحساب أو فوق أنه هو ممكن مداري بيقوله اطلع اتغير ما تبتديش الكلام ده كله الكلام ده مهم يا جماعة ومهم حتى لإخواتنا المعلقين لأن المعلق مؤثر في المسألة وتلاقي معلق بيعلق على الناشئين ده النجم وده الموهبة يعني ده بدري قوي 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 بمناسبة فروض صلاة كاوة الكلام على ناشئ لسه بيحط رجله على أول الطريق بمناسبة فروض صلاة أول ما ابتدى يبتدى بيعلق على ماتشات الناشئين الماتش الناشئين هو بيعلق عليه فبيبقى فرحان بيبقى فكان طالع اللعيب الفراري عصفوري الكنارية عصفوري الكنارية مش عارف إيه خلص قلت لأ يا فروض بالراحة بالراحة أنا عايز أنت عايز تعمل الفي وفرحان باللعيب وكلنا فرحانين بيه بس منت كده بتوصلوا أنه خلاص حقق ومش هيتحمل إلا هذه الأضواء وهذه الإشهادة طبعا فلما ما حصلتش اللعيب أعبط بيأثر عليه جدا طيب علشان نتعرف على أولادنا اللي طالعين وعلشان نشوف هذه الزهور اللي بتتفتح فيه ثلاث حوارات الأول مع يوسف سيد عب حفيز نشوف يعني احنا رصدنا خطوات الكابتن سيد في بداية مشروع